اشتركوا في القناة تجيب 200 من 200 في مادة تاريخ الأردن زي ما غيرك درسوا على المكثف وتبعوا معنا وجابوا 200 من 200 في مادة تاريخ الأردن وهذه العلامات طلابنا عشان يكون عندك ثقة في المدرس اللي انت راح تختاره راح يوصلك للعلامة الكاملة علامات طلابي اللي جابوا 200 من 200 في مادة تاريخ الأردن اللي كان منهم الطالب هشام غنايم اللي كان الثاني على المملكة بالفروع المهنية وهي أسماء الطلاب اللي حصلوا على علامة 200 من 200 في منهم كان حاصل على معدل سبعة وتسعين وسبعة وهي العلامات زي ما انتوا شايفين وايضا علامات مية وستة وتسعين طبعا يا أستاذ المكثف اللي احنا بنعمله كل سنة المكثف الشامل اللي بيحقق العلامة الكاملة هذا المكثف يا أستاذ أنا بشرح لك المادة كاملة أنا ما باختصر لك المادة ولا بعطيك بس أسئلة لا شرح وشرح شامل وكامل وبعشر ساعات وبتقدر يتراجعه بيومين بس ننهي طب شو خطتك يا أستاذ للمكثف أولا بدي ياك تعرف وتفرق بين شيء اسمه المكثف وشيء اسمه الملف النهائي المكثف هو عبارة عن شرح للمادة كاملة بشرح لك المادة كاملة شرح وبس نخلص كل درس من هاي الدروس بنحل عليه أسئلة من الملف النهائي وأسئلة وزارة يعني المكثف شو ماله يا أستاذ عبارة عن شرح على بطاقة جو أكاديمي اللي سعرها 28 دينار بينما الملف النهائي يا أستاذ هو عبارة عن ملف هذا الملف بدعم المكثف وبإمكانك تحصل عليه عبارة عن ملف يحتوي على خمسمية وخمس أسئلة مع إجاباتهم أسئلة مرتبة ماذا حسب الدروس بالإضافة أنه أغلبها أسئلة وزارة وأسئلة متوقعة عبارة عن بنك أسئلة كل درس بنشرحه شرحنا الوحدة الأولى خلصنا الوحدة الأولى على السريع بنروح على الملف النهائي بنحل أسئلة وبنطبق تطبيق حملي عليها عشان تعرف كيف السؤال بيجيك بالامتحان وزاري وإذا عرفت السؤال كيف بيجيك بالامتحان وزاري راح تعرف تجيب العلامة الكاملة 200 من 200 طبعا الملف النهائي هايه زي ما أنتو شايفين خمسمية وخمس أسئلة شامل الفصلين وزي ما أنتو شايفين أورجيكم مثلا هاي الدرس الأول بالوحدة الأولى أسئلة عليه خلصنا بنروح على ماذا على الدرس اللي بعده هذا شماله يا أستاذ الملف النهائي وآخره يا أستاذ عملتلك امتحانات وزارة وهاي راح نحلها ونناقشها عبر بطاقة المكثف بدنا نناقشها عبر بطاقة المكثف إن شاء الله تعالى طبعا هاي الأسئلة خلينا نورجيكم الأسئلة اللي أجتهم بالامتحان الوزاري طبعا في أسئلة وزارة هذا الملف النهائي نهايته عبارة عن امتحانات وزارية خمس امتحانات وزارية هايها موجودة في آخر الملف زي ما أنتو شايفين هاي هذا الامتحان موجود هون وهي أيضا الامتحان الثاني حطيت لك خمس نماذج امتحانات أجو بآخر خمس دورات راح نناقشهم إن شاء الله عبر بطاقة المكثف هذا بنحكي عن شو عن الملف النهائي بطاقة المكثف بنرجع بنعيد عبارة عن شرح شامل كامل المادة مش حلل أسئلة الملف النهائي لا ولا حل أسئلة لا عبارة عن شرح وشرح شماله يا أستاذ جديد أنا ما بصور لك شرح قديم شرح ألفين وخمسة وأربعة وثلاثة لا شرح جديد لجيل ألفين وستة طبعا خطة المكثف يا أستاذ كيف تجيب العلامة الكاملة بيومين وتجيب مئتين من مئتين في عشر ساعات أستاذ معقول راح تشرح لنا المادة مادة تاريخ الأردن في عشر ساعات نعم ورح نحل عليها أسئلة شريح مختصر شامل وكامل وبيحقق العلامة الكاملة طبعا يا أستاذ إن شاء الله تعالى هاي خطة المكثف رح نبلش تصوير فيها إن شاء الله تعالى وهذا الأسبوع رح تنزل أول حصة بإذن الله تعالى طبعا يا أستاذ على يومين أنت بتقسمهم بعد ما ننهي شرح المادة كاملة إن شاء الله تعالى اليوم الأول الأردن عبر العصور والإنجازات السياسية للملوك الهاشميين في الأردن قسمناهم على فصل دراسي أول وفصل دراسي ثاني الفصل الدراسي الأول في يوم والفصل الدراسي الثاني في يوم وهذا ليلة الامتحان لأنه تاريخ الأردن معاك إلو يوم ونص الأردن عبر العصور والإنجازات السياسية للملوك الهاشميين رح نشرحهم في ثلاث ساعات مع حل أسئلة الملف النهائي شرح كامل بنخلص الوحدة الأولى نروح بنحل أسئلة ملف نهائي بنروح على الوحدة الثانية بنخلصها بنروح بنحل أسئلة ملف نهائي بعدين الأردن والقضية الفلسطينية ورسالة عمان اللي هي الوحدة الثالثة والوحدة الرابعة بدهم ساعتين ونص هي قداش سرنا خمس ساعات ونص من الفصل الدراسي شماله الأول الفصل الدراسي الثاني يا أستاذ اللي هو اليوم الثاني رح نشرح السلطات الدستورية في الأردن والمؤسسات العسكرية والأجهزة الأمنية في ساعتين ونص ورح نشرح الوحدة السابعة والثامنة الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية في ساعتين فبيصير المجموع أربع ساعات ونص يا أستاذ ومجموحهم مع بعض عشر ساعات إذن الشريح شامل كامل للمادة بنشرح المادة من خلال دوسية التفوق عشان أورجيك وأثبت لك أنه أنا بشرحها كامل دوسية التفوق في تاريخ الأردن الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني بنشرح من خلالها وهي دوسية طبعا دوسية الفصل الدراسي الأول نفذت الأسواق فنزلت دوسية 2007 بإمكانك وتجيب دوسية 2007 إذا ما لقيته دوسية 2006 اللي هي دوسية الفصل الأول ودوسية الفصل الثاني موجودة في المكتبات وبتجيب أيضا الملف النهائي يعني عشان تبدأ معاي وتكون أمورك 100% كتجيب دوسية التفوق في تاريخ الأردن فصل الدراسي الأول ودوسية التفوق في تاريخ الأردن الفصل الدراسي الثاني والملف النهائي الثلاثي هذول اللي رح نشتغل عليهم يا أستاذ حتى نوصل للعلامة الكاملة بإذن الله تعالى ونجيب 200 من 200 في مادة التاريخ الوردن ونختمها في يومين زي ما أنت شايف بعد ما ننهي الشرح بالإضافة يا أستاذ بإمكانك عند حصولك على بطاقة المكثف الآن فرقنا بين المكثف والملف النهائي الملف النهائي عبارة عن أسئلة هاي الأسئلة بنحلها بس نخلص شرح للمادة لأن مكثفنا مش بس مش حل أسئلة مكثفنا مكثفنا عبارة عن شرح لكن بس نخلص الشرح بنروح بنحل الأسئلة من الملف النهائي فعشان هيك بقولك جيب دوسية الفصل الأول والثاني والملف النهائي تمام يا أستاذ تمام بالإضافة لما تحصل على بطاقة المكثف اللي بإمكانك من الآن تروح تطلبها وتشتريها وتفعلها عندك بإذن الله تعالى تكون أمورك 100% رح يا أستاذ يكون عندك اختيار لخمس حصص من مادة الفصل الدراسي الأول ومادة الفصل الدراسي الثاني يعني رح تختار خمس حصص من الفصل الدراسي الأول وخمس حصص من الفصل الدراسي الثاني خمسة أو ثلاث بالعادة بعملوها جو أكاديمي هذولا بإمكانك تستفيد منهم يا أستاذ يعني عندك مشكلة بالأوراق النقاشية بالمكثف بالمكثف مثلا كانت شوي ذيقة الحصة بإمكانك شو تروح تخذها من مادة الفصل الدراسي الأول عندك مشكلة في الحياة الحزبية في درس الحياة الحزبية بإمكانك تأخذ هاي الحصة من مادة الفصل الدراسي الثاني يا أستاذ بالإضافة أنه رح يكون عندنا ليلة الامتحان رح يكون عندنا ليلة الامتحان حصة تفاعلية هاي الحصة التفاعلية لطلاب المكثف فقط اللي بيشتروا البطاقة رح نحكي فيها أهم التركات ورح نحكي فيها أهم الأسئلة المتوقعة أهم الأسئلة المتوقعة وكمان حصة تفاعلية رح يكون عندنا حصتين تفاعليات زي كل سنة حصة بعد ما نخلص شرح المكثف للي عنده سؤال استفسار ونحل أسئلة الوزارة فيها عفواً امتحانات الوزارة الأخيرة الموجودة فيها والحصة الثانية رح تكون ليلة الامتحان ليلة الامتحان بعد ما ننهي المعسكر رح نحكي عنه لاحقاً هذا كمعسكر لجميع الطلاب يا أستاذ بليلة الامتحان رح يكون لدينا حصة تفاعلية نحكي فيها من الأسئلة المتوقعة والأمور المية بالمية إذن شرح شامل المكثف كامل للمادة بعشر ساعات بالإضافة بإمكانك تختار ثلاث أو خمس حصص من مادة الفصل الدراسي الأول وخمس أو ثلاث حصص من مادة الفصل الدراسي الثاني ورح تحصل على حصص تفاعلية حصة ليلة الامتحان وحصة بس ننهي شرح المادة إن شاء الله تعالى هذا المكثف والله مكثف شامل كامل ما في أي حرف يتم استثناءه من هذا المكثف أنا بشرح لك شرح كامل شرح سريع مراجعة مكثف والله يحقق العلامة الكاملة واسأل وشوف اسأل الطلاب اللي درسوا معاي على المكثف واسألهم قديش جابوا في هذا المكثف لإن تعبت عليه صح عشان تجيب العلامة الكاملة والملف النهائي رح يدعمكوا أيضا في هذا الشيء ورح تشوف أسئلة الوزارة بعد ما ننهي شرحنا للمكثف وتشوف إنه أنا فتك وسهلت عليك الطريق لتوصل للعلامة الكاملة هاي خطتنا المكثف باختصار اللي بتجيب لك العلامة الكاملة بعشر ساعات ومتين من متين بإذن الله خمس ساعات ونص بالفصل الدراسي الأول الأردن عبر العصور والإنجازات السياسية الملوك الهاشميين اللي هي أول وحدتين بثلاث ساعات محل أسئلة الملف النهائي والوحدة الثالثة اللي هي الأردن القضية الفلسطينية ورسالة عمان بساعتين ونص فالمجموعة خمس ساعات ونص وفي اليوم الثاني السلطات الدستورية والمؤسسات العسكرية ساعتين ونص والحيال الاقتصادية في الأردن والحيال الاجتماعية في الأردن في ساعتين حضور فالمجموعة أربعة ونص أربعة ونص وخمس ونص عشر ساعات تقدر تختمهم ليلة الامتحان يا أستاذ وبس ننهي شرح المادة أيضا بإمكانك يتراجحهم تكون أمورك تمام رح تبلش تنزل الحصص إن شاء الله تعالى ابتداء من هذا الأسبوع رح تنزل أول حصة اللي هي رح تكون عن الوحدة الأولى والحصة الثانية رح تكون عن الوحدة الثانية لنجازات السياسية للملوك الهاشميين ورح ننهي شرح المكثف بإذن الله تعالى مع نهاية شهر خمسة رح نكون ناهيين وكامل بالكثير إن شاء الله تعالى الله يعطيكم العافية طلابنا الغالين جيل 2006 الرائعين والمميزين وإن شاء الله تعالى تكون أموركم مية بالمية بدأك تجيب طاقة المكثف اللي سعره 28 دينار لشارح مادة تاريخ الأردن معاي أنا الأستاذ شاد النجار ونبدأ صح وتجيب العلامة الكاملة بإذن الله تعالى ونشوفكم إن شاء الله يا طلابنا الغالين يا جيل 2006 في أفضل الجامعات بأفضل التخصصات محبكم الأستاذ شاد النجار مدرس مادة تاريخ الأردن على منصة جو أكد مدرس مادة تاريخ الأردن مدرس مادة تاريخ الأردن مادة تاريخ الأردن